اشتركوا في القناة اخرى نقدم لكم هذه الحلقة كالعادة بتعاون مع موقع دروس تعليمي على شبكة الانترنت الموقع الاداري والتربوي المعروف الذي يدعوكم لزيارته دهيما ما سأتقسم معكم في هذه الحلقة وهو انتاج تطبيق البحث عن معلومات تخص الموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية او اي مؤسسة اخرى مشابهة بدلالة الاسم او رقم التأجير لكن هي موجهة بالاساس للاخوة الذين ليس لديهم دراية او معرفة بالاكواد او البرمجة بمعنى لن نستعمل اي كود في اعداد هذا التطبيق ولا اي نوع من برمجة الازرار اذا انتجه الان مباشرة الى التطبيق الذي اعددته قبل قليل او النموذج الذي اعددته بعد قليل ثم اتقاسم معكم طريقة اشتغاله لنبدأ في تقاسم الطريقة فيما بعد اذا كما تشاهدون الان التطبيق امامكم به مجموعة من الخانات اسم الموظف رقم التأجير وكل خانة يمكن ادخال فيها البيانات ثم نحصل على البيانات الاخرى اما ان نقوم بالبحث بدلالة اسم الموظف او البحث بدلالة رقم التأجير فنحصل على المهمة في هذه الحالة او مادة تدريس ان كان الموظف مدرسا كما يمكن ان نحصل على هاتف الموظف او اي معلومة يمكن ادراجها طبعا زر قاعدة البيانات هو زر يمكننا من انتقال مباشرة الى قاعدة البيانات المخفية بالضغط عليها لاحظوا ذهبنا مباشرة الى قاعدة البيانات التي توجد بها المعلومات الخاصة بالموظفين لعاملين بالمؤسسة كذلك عندما نريد او اطمئنان على محتوى هذه القاعدة او اضافة معلومات اليها او شيء منها القبيل حتى اذا انتهينا من عمل كل ما نريد داخل قاعدة البيانات بالتعديل او الحدف او الاضافة او شيء من هذا القبيل سنتمكن في النهاية من الانتقال الى الفورم الفورم الذي بين ايدينا اذا بالضغط على هذا السهم كما تلاحظون تظهر اسماء الموظفين الموجودين في المؤسسة وباختيار اي واحد منهم تظهر معلوماته تفصيلية اخترنا مثلا هشام الان لاحظوا وقع تغيير في رقم التأجير في المهمة في مادة التدريس هاتف الموظف ايضا اذا كل ما اقدمنا على الضغط على السهم وتغيير الاسم اختيار الاسم اخر الا او تغيير رقم التأجير الا وظهرت معلومات اخرى اذا نذهب الى فتح صفحة او ملف جديد من ملفات الاكسيل تلاحظون ان الارقام يموجودة على اليسار بمعنى من اليسار اليمين نحن نتعامل مع اللغة العربية اذا فيجب ان ننقل هذه الارقام الى اليمين اذا نتجه مباشرة الى ميزون باج في الاعلى حتى نحول الارقام الى يمين ثم نذهب الى فوي دو درواتا جوش نضغط فتصبح كما تلاحظون الارقام من اليمين الى الياسار اذا نذهب الى الملف الذي اعددته قبل بداية صور واقوم بنقل هذه قاعدة البيانات نسخها حتى لا نضيع فيها الوقت في اعدادها مرة اخرى نقوم بنسخها التضليل عليها ثم زر الفقر اي ما ثم كوبي فنقوم هذا لا حاجة لنا به الان هذا الملف يقول هل تريد الاحتفاظ بقاعدة البيانات نقول نعم نضغط وي الان هنا في الملف الجديد الذي فتحناه قبل قليل نضع كولي فنحصل على قاعدة البيانات لكن بدون تنسيق الان سابدأ في تنسيق هذه القاعدة اعطائها الانشاء الجدول واعطائها الالوان المميزة لقاعدة البيانات اذا نقوم بالتضليل على كل المحتوى ثم نتاجه الى حتى تكون الحروف سميكة نزيد في حجم الخط من 11 الى 12 ونقوم بتوسيط الكلام حتى يكون في وسط الخلية بالضغط على هاتين الاداتين جيد ثم نعطيه للخلية لون معين لون اصفر مثلا وللخط لون احمر لك ان تختار الالوان التي تحبدها طبعا والمحتوى ربما هو اكبر من الخلية سنقوم بالضغط هنا مرتين حتى يصبح الخلية في حجم المحتوى الذي بداخلها الان الامر تبدو جيدة ساقوم باختيار جميع الجدول وتنسيقه ايضا باختيار bold ثم توسيط الكلام حتى يصبح الكلام موجودا في وسط والكلمات تبدو واضحة اكثر سميكة الحروف سميكة وواضحة الان قاعدة البيانات موجودة سنغير اسمها لاحظوا اسمها الان هو فوي ا سنقوم بتغيير هذا الاسم الى database حتى يسهل التعامل معه طبعا افضل اسماء باللغة الفرنسية او الانجليزية والليس العربية في تسمية الصفحات حتى يتعرف عليها البرنامج بسهولة قاعدة البيانات باللغة الفرنسية الآن سنحتاج الى انتاج صفحة جديدة نضغط على زائد برنامج كذلك نقوم بنقل الأرقام من اليمين اليسار ميزون باج دائما فيدو ضغوة طاقوش اصبحت الأرقام اليمين وامكاننا الكتابة باللغة العربية الآن بطريقة جيدة اذا نضغط على هذا المتلت حتى نقوم باختيار جميع المساحة مساحة العمل ونتحكم فيها او ننسقها دفعة واحدة لا ننسق كل خلية لحدة نذهب الى بولد ثم نزيد حجم الخط الى 12 ثم نقوم بتوصيل الكلام من الان فصاعدا كل ما كتبنا محتوى الا وسيكون بهذا التنسق اذا نذهب الان لزيادة ارتفاع الخلايا الخلايا ارتفعه الان 15 سنحاول جعله 20 اذا نذهب الى فوق احد هذه الارقام الموجودة في الجانب الايمن ثم نضغط زر فأر الايمن ثم انتج الى هوتر دولين كما تشاهدون 15.75 نقوم بمسحها ووضع 20 والضغط على اوكي اصبحت الخلايا بارتفاع 20 ميليمتر جيد اصبحت الان مناسبة لادخال البيانات اذا الان سنقوم باخد مساحة نضع فيها الفورم اذا بحسب المعلومات التي ستضع فيها تختار المساحة التي تريد جيد الان اصبحت الامر واضحة نعطيها لون معينا هذه المساحة لون ازرق سماوي نفضل هذا اللون حتى يكون خلفية للعمل الذي سنقوم به الان ثم نختار خليتين او سطرين من هذه المساحة ونقوم بمسجهم لتحويل هذه الخلايا الى خلية واحدة بالضغط على فيزيوني اصبحت خلية واحدة ثم هي الان الكلام موسط نزيد في حجم الخط لان الخلية اصبحت كبيرة تحتاج الى خط بمستوى كبير او بحجم كبير بالاحرى الان سنكتب فورم البحث المتعدد طبعا هذا عنوان فقط للمشروع الذي نشتغل عليه الان وإلا فلك ان تختار الاسم المناسب نعطيه لونا مختلفا هذا الاصفر متى افضل ثم نزيد من حجم الخط حتى يكون واضحا ثم الخلفية خلفية هذه المساحة او هذه الخلية الكبيرة نعطيها لونا مميزا الازرق الغامق مثلا يصبح افضل الان سنتحول الى مرحلة اخرى وهي اضافة الادات التي سنستعملها اكثر في هذا المشروع لاحظوا هنا في هذا الشريط العلوي لملف الاكسيل هناك مجموعة من الادوات التي نستعملها عادة العودة الامام الخلف الحفظ الملف نريد اضافة ادات سنستعملها اكثر في مشروعنا الى هذا الشريط حتى لا نبحث عنها هي موجودة في القوائم لكنها مخفية يتطلب الامر الضغط على اكثر من ايقونة الوصول اليها سنجعلها في الشريط العلوي حتى يسهل الوصول اليها والتعامل معها اذا نتعلم هذه الطريقة لاختيار اي وسيلة او اي ادات موجودة على الاكسيل واجعلها في متناول ليد دون الحاجة الى احتعانها من بين العشرات من الادوات الموجودة اذا نضغط على هذا السهم ننزل الى اه ثم في هذه نذهب الى هذا السهم هنا موجود فقط الادوات الموجودة الان في الربون في شريط الادوات اذا نغير الادوات الغير موجودة ان هذه كلها الموجودة هنا امام عيونيكم موجودة اصلا اذا نغير في الخيارات او في الفيلتر نذهب الى command non present نختار الغير موجودة في شريط الادوات حتى نبحث عنها وننزل الى الاسفل كلية ونختار zone de liste déroulante control de formule اذا هذه الاداة التي سنستعملها ونحتاجها اذا هي ما سندغط عليها طبعا لاحظوا اسمها بالفرنسي والانجليزية ثم نتجي الى اجوتي عندما تصبح في الزوية الاخرى نضغط اوكي لاحظوا ظهرت في الشريط العلوي هذه الاداة التي سنستعملها الان في عملية البحث او انتاج هذا التطبيق الآن نضغط على هذه الاداة لاحظوا ضغط واحدة ثم نقوم برسمها هذه الاداة في مكان ما هنا لنحاول ان نجعل ذلك مناسبا للشكل العام او للاطار العام للفورم اذا تأخذ مساحة مميزة لان سنضع اثنتين واحدة بجوار الاخرى اذا هذه هي الاولى اذا ثم نضغط في لوحة المفاتيح على كونترول سي لاخذ نسخة من هذه ثم كونترول في لانتاج النسخة التانية كما تشاهدون ونقوم بسحبها ووضعها في مكان مناسب نراعي تناسق تموضع هذه الخانات بالنسبة للحجم الكل للفورم او لمساحة العمل اذا يحصل توازن جمالي اذا اصح القول جيد الآن اصبحت في مكان مناسب اذا ضغطنا هنا طبعا ستظهر الخيارات الآن لم نقوم باعدادها لتظهر الخيارات بعد سنقوم بذلك لاحقا اذا الآن سنقوم بتعليم على هذه المساحة من المساحة الكلية هذا الجزء من المساحة الكلية سنقوم بالتعليم عليه هو الاتجاه الى هذا السهم واختيار بوغدير اكستيرير ايبس حتى يعطيه اطارا خاصا به لاحظوا هذا اطار خاص لعملية البحث لاننا سنقوم في عملية البحث ستتم خلال الايقوناتين ثم نختار المساحة المتبقية ايضا ونعطيها نفس اطار السميك بالضغط عليها مرة اخرى اذا اصبح لدينا اطارين اطار عملية البحث واطار النتائج في الاسفل حيث ستظهر نتائج عملية البحث هي مسألة شكلية ليست اساسية طبعا الآن هذين الخليتين سنضع فيهما رؤوس او رأس الجدول هذه الاسماء الموجودة في رأس الجدول هنا اسم الموظف في رقم التأجير المهمة الى غير ذلك هذا ما سنضعه فيه كاسماء لهذه الخلايا التي نضيفها في الفورم سنضع اسم الموظف ثم رقم التأجير ثم المهمة والتدريب ومدد التدريب ثم هاتف الموظف باعتبار ان هذه هي الرؤوس الاعمدة او عنوين الاعمدة الرئيسية في قاعدة البيانات التي كانت ننتج الى الفورم الآن سنختار واحدة من هذه سنعطيها اسم الموظف والتانية رقم التأجير نذهب الى انسرقسيون ثم إليستخاسيون ثم نختار فورم ونختار احدى هذه الادوات افضل هذا المستطيل ونقوم برسمه في هذا المكان بهذه الطريق جيد نعطيه ربما لون مختلفا ربما نفس اللون الموجود في الاعلى يكون افضل اذا اتجاه الى اكوي ونذهب الى مكان وجود الالوان ونختار اللون الازرق الداكن جيد الآن سنقوم بنسخها نسخ هذه الزون التي اضفناها سنقوم بنسخها ووضعها كذلك في الجهة الاخرى وحتى في الاطار السفلي سنضع هنا ثلاثة من هذه الخيارات لان قاعدة البيانات بها خمسة اعمدة اذا نجيب ان تكون واضحة هنا اذا نضغط كوبي ثم كولي ونقوم بدفعها قلينا الى الامام ثم انتجه الى هذا المكان ونضع كولي مرة اخرى اذا هي في مكان جيد ثم كولي مرة اخرى ثم مرة خامسة واخيرة ان هذه هي رؤوس هذه العناصر الموجودة في رأس الجدول الذي تلاحظون الاول اسم الموظف ثم رقم التأجير مهمة مادة التدريس ثم هاتف الموظف اذا سنبدأ في ادخال هذه العنوين الى هذه الايقونات التي وضعناها او zone the creature طبعا سنقوم بوضع هنا المكان الذي ستظهر فيه الخلايا التي ستظهر فيها المعلومات المبحوث عنها اذا نختار الآن سنختار هذه الخلية مع الخلية المجاورة لها ونقوم بدمجها بالذهب الى فيزيوني اي سونتخي هذه الادات نختار فيزيوني اي سونتخي اصبحت خلية واحدة خليتين ثم نعطيهما الاطار السميك ثم نعطيهما لون ابيض لاحظوا ثم نكرر العملية مع الخليتين اسفل منهما نقوم بدمجهما وتوسيطهما ونعطيهما الاطار السود السميك ثم اللون الابيض اذا هنا ستظهر المعلومات التي سنبحث عنها كذلك المرحلة الخامسة او العمود الخامس ستظهر نتائجه هنا نقوم اذا بدمجهما جيد اذا الآن سنبدأ في وضع الاسماء الاسماء الموجودة في رأس كل العمود سنعضعها في هذه الأولى ربما هي اسم الموظف اذا نختار توسيطها ثم نكتوب اسم الموظف طبعا سنقوم بتنسيق هذه الكلمات فيما بعد هنا رقم التأجير نقوم بتوسيط الكلام رقم التأجير جيد الآن هنا ربما المهمة اعتقد العمود الثالث به عنوانه المهمة العمود الرابع عنوانه مادة التدريس بينما العمود الخامس هاتف الموظف كما تشاهدوا فقط نقوم بنقل هذه العناوين الموجودة على رأس الجدول ونضعه هنا اذا الآن مادة التدريس ثم هاتف الموظف هنا نكتوب مادة التدريس جيد ثم هنا نقوم بتوسيل الكلام ثم نكتوب هاتف الموظف جيد الآن قمنا بإدخال العناوين الموجودة في رأس الجدول العناوين الأعمدة وضعناها في الأمكان المناسبة لها سنقوم باختيار جميع هذه الخلايا بالضغط على كونترول في لوحة المفاتح حتى نقوم باختيارها جميعها وتنسيقها في دفعة واحدة حتى لا نقوم بذلك بشكل فردي نضغط على كونترول ونقوم باختيارها جميعها ثم نذهب إلى أدوات التنسيق وهي بولد نزيد من سمك الحروف نزيد الآن من أو نعطيها لونا معينا لهذه الحروف الأصفر ربما حتى تتناسق مع عنوان المشروع ثم نزيد من حجم الخط إلى 12 أو حتى إلى 14 أو 16 أعتقد كبيرا نقوم بجعلها 14 فقط تبدو الحروف واضحة الآن إذن أتممنا عملية تنسيق الجدول أو الفورم بالأحرى وسننتقل إلى مرحلة أخرى وهي إضافة المعلومات نقل المعلومات الموجودة يفترض أننا عندما نضغط تظهر المعلومات أسماء الموظفين تظهر هنا لكن لم نقم بهذه أسماء الموظفين الموجودة في الجدول يفترض أن تكون موجودة في الفورم إذن الآن سنبدأ سنغير أيضا عنوان هذه الصفحة صفحة الفورم نسميها مثلا فورم عفوا نكتب باللغة الفرنسية إذن اسمية الصفحات مهمة جدا نحتاجها فيما بعد إذن الآن سنبدأ بتنسيق هذه الخانة حتى تصبح جميع أسماء الموظفين موجودة في هذا المكان إذن نقوم بنقل أسماء الموظفين هذه جميعها إلى هذه الخانة لا يفترض أن تظهر عندما نضغط إذن نضغط زر أيمن وفورما دو كونترول إذن تظهر هذه النافذة كونترول نذهب إلى أطلاج دونتخي نضغط هنا ونقوم بالتعليم إذن نضغط ثم نتاجه مباشرة إلى الداتابيز ونقوم بالتعليم على العمود الذي به أسماء الموظفين فقط أسماء الموظفين ثم نعاود الضغط على هذه الأيقونة جيد ثم نتاجه مباشرة إلى الخانة الثانية ونضغط في هذه الخانة ثم نضغط أمبراج تخوضح حتى يظهر هذه الأيقونة تظهر على شكل تلاتي الأبعاد أوكي إذن لاحظوا الآن تحسنا لاحظوا عندما دغطت الآن أصبحت أسماء الموظفين موجودة في هذا المكان لأننا قمنا بجلبها إلى من قاعدة البيانات إلى الفورم سنقوم بنفس العملية بالنسبة أيضا لرقم التأجير إذن أتممنا المهمة مع إسم موظف نتجه إلى رقم التأجير نضغط زر فأراء أيمن مرة أخرى نضغط هنا نذهب إلى العمود الذي به أرقام جير الموظفين ونقوم بالتضليل عليه نقوم بالتضليل عليه كاملا جيد ثم نعود الضغط على هذه الأيقونة الآن نختار خلية لحيث تحدث عملية الحسابية والتي قمت باختيارها قبل قليل نفس الخلية لاحظه نضغط ثم ثم جيد إذن الآن عندما نضغط ستظهر أرقام تأجير خاصة بجميع الموظفين الموجودون في قاعدة البيانات الآن نريد المهمة أن تظهر هنا مهمة أي موظف إذا ما قمنا باختياره اختيار محمد مثلا ظهر رقم التأجيري في الأعلى نعم لكن لم تظهر المهمة ولا مادة التدريس ولا هاتف الموظف لأننا لم نقم بإعداد هذه الحقول الفارغة حتى تكون مستعدة لإظهار تلك المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات طبعا نحن نفترض أن قاعدة البيانات كبيرة جدا وليست هذه إذا نضغط على هذه الخلية التي ستظهر فيها نتيجة أو المعلومة المهمة الخاصة بالموظف نختار هذه الخلية ثم ننتج مباشرة إلى نضغط على فتظهر هذه النافذة إذا لم تجدوا أنديكس هنا موجودة لأن هذه المعادلة سنشتغل عليها معادلة أنديكس إذا لم تجدوها اكتبوها في هذا الحق الموجود هنا في الأعلى أزيل هذه المعلومات هنا وأكتب أنديكس ثم نكتب روشيرش فتظهر في هذا المستطيل في الأسفل هذا إذا لم تجدوها أنا وجدتها لأنني اشتغلت بها قبل قليل فأصبحت موجودة إذا نقوم باختيارها ونضغط أوكي ثم أوكي مرة أخرى الآن سنقوم بإعداد هذه المعادلة أو إدخال عناصر هذه المعادلة الآن الخيار الأول لاحظوا ظهرت معادلة أنديكس في الأسفل إذن هي التي ستقوم بجلب المعلومة المناسبة هي مهمة الموظف إذن الآن يقول لنا الريفيرنس في الخانة الأولى يجب أن ندخل الريفيرنس أو المرجع المرجع بالنسبة لدينا هو الديتابيز هو قاعدة البيانات إذن سنقوم بالتضليل واختيار قاعدة البيانات كاملة ثم نعاود الضغط هنا يطلب مني اختيار الخالية التي تقوم بالعملية الحسابية إذن سنضغط ثم نذهب إلى النأة نفس الخالية سي ثلاثة ثم نعاود الضغط هنا ثم يطلب مني رقم العمود الذي توجد به المهمة في قاعدة البيانات المهمة موجودة في العمود سندخل إلى قاعدة البيانات المهمة توجد في العمود رقم ثلاثة في العمود رقم اثنان في القاعدة ثم المهمة موجودة في رقم ثلاثة إذا هنا نضغط ثلاثة لاحظوا ظهرت معلومة هنا يجب أن لا تكون موجودة إذن نقوم بمسحها واختيار مرة أخرى نعاود سي جيد الآن أصول الأمور أصبحت جيدة نضغط أوكي إذا لاحظوا ظهرت اسم المهمة أو عنوان المهمة هو مدير لأن محمد في قاعدة البيانات محمد هو مهمته ورقم تأجيره هو أعتقد مليون ثم مهمته مدير سنتأكد من ذلك نذهب إلى قاعدة البيانات لنتأكد أن محمد مهمته هو رقم تأجيره مليون وطبعا هو رقم تخيلي ومهمته مدير إذا لاحظوا محمد رقم تأجيره هو مليون ومهمته هو مدير مؤسسة جيد نعود إلى الفو الآن سنعاود نفس المعادلة سنضعها في الخانة الثانية مادة التدريس نذهب إلى فانكشن أو فونكسيون أنديكس أوكي نضغط أوكي ثم أوكي مرة أخرى ثم نبدأ باختيار العناصر المكوينة المعادلة نضغط هنا نختار جميع الخانات التي بها معلومات في الداتابيز أو في قاعدة البيانات ثم نعاود الضغط على هنا ثم نختار الخانة التي تقوم بالعملية الحسابة وهي السي ثلاثة جيد ثم هنا العمود الرابع هو العمود الذي يحتوي مادة التدريس الخاصة بكل أستاذ في حالة ما كان مدرسا طبعا إذا هنا نكتب أربعة ونكتب أوكي فظهرت هنا ظهرت هذه النقاط لأن المدير لا يقوم بعملية التدريس فظهرت نقاط تدل على أن هذا المدير ليس من شأنه أن يقوم بعملية التدريس الآن نذهب إلى الخانة الخامسة والأخيرة ثم معدد فانكشن أنديكس أوكي أوكي مرة أخرى ونختار الآن بلاج أو جميع الخلايا التي تحتوي على المعلومات الخاصة بقاعدة البيانات جيد نعاود الضغط على نفس الأيقونة الآن جيد ثم نختار الخلية يطلب مننا الخلية التي تقوم بعملية حسابية ثم أوكي ثم نختار العمود الذي به هواتف الموظفين هو العمود رقم 5 في جدول قاعدة البيانات هو العمود رقم 5 مدامة مادة تدريس أربعة إذن هو رقم 5 أوكي إذن ضهى هاتف الموظف طبعا هو هاتف تخيلي وليس حقيقي إذن أتممنا إعداد الفورم كما تشاهدون إذا ما قمنا بالآن محمد هو مهمته ومدير ومعلومته هي هذه إذا قمنا باختيار شخص آخر هشام مثلا نختار موظف ستلاحظون تغيرا في رقم تأجير في المهمة في مادة تدريس في رقم هاتف الموظف جميع المعلومات ستتغير بطريقة أوتوماتيكية بحسب ما هو موجود طبعا في قاعدة البيانات هو يستقي منها هذه المعلومات كل المعلومات الموجودة هنا نستقيها من قاعدة البيانات إذن الآن نختار هشام مثلا لاحظوا أصبح رقم تأجيره هو 7 ملايين مهمة تدريس لليس مديرا مادة تدريسه لأنه مدرس هو الإنجليزية ورقم هاتف الموظف هو الظاهر في الشاشة نقوم باختيار شخص آخر مثلا مريم لاحظوا تغير رقم تأجيرها مهمتها مادة تدريس إعلاميات وهاتفها هو التالي دائما أذكر أنه تخيله حتى لا يقوم أحد بالاتصال بها لأنه لن يجيبه أحد نجيد الآن أصبحت قاعدة أو أصبح الفورم جاهزا لنستقي ونستعمله في الحصول على معلومة المعلومات الخاصة بأي موظف موجودة في الديتابيز إذن بحسب ما تضعون هنا في الديتابيز في قاعدة البيانات بحسب المعلومات التي تضعون فيها تجدونها في الفورم الآن نريد أن نضع زرا يمكننا من الانتقال بين الفورم وقاعدة البيانات مباشرة دون الذهاب إلى هذا المكان والضغط على الديتابيز للانتقال ثم إلى الفورم نريد أن نضع زرا مباشرا هنا يمكننا من الذهاب إلى الديتابيز إذن نذهب إلى انسيقسيون ثم اليوستخانسيون ثم فورم ثم نختار نموذجا من هذه النماذج المقترحة ربما هذا المستطيل أو أعتقد أفضل تغيره سأختار نموذجا آخر إذن سأختار هذا النموذج سأقوم برسمه في هذا المكان ووضعه في مكان مناسب في أي مكان طبعا تختاره جيد سأغير لونه أو لون خلفيته بالذهب إلى أكري ثم الألوان أختار له لون مختلفا ربما هذا اللون جيد الآن سأكتب فيه اسم داتابيز لأننا من خلال هذا الزر سنذهب إلى الداتابيز إذن نقوم بتوصيل الكلام ونكتب داتابيز نقوم بتنسيق هذا العنوان الذي كتبناه بالذهب إلى بولد ثم زيادة الحجم وتغيير اللون حتى يكون واضحا أعتقد هذا اللون لا ليس واضحا نختار هذا اللون الأخضر الغامق جيد إذن قاعدة هذا الزر هو الذي سيمكننا من الدهب مباشرة إلى قاعدة البيانات إذن نأخذ نسخة منه كوبي ونذهب إلى قاعدة البيانات ونضع في هذا المكان نقوم بوضعه في هذا المكان وتغيير طبعا اسمه إذن كولي جيد ندفعها بها إلى الوسط ثم نغير الاسم هنا يجب أن ننتقل إلى الفورم وليس إلى قاعدة البيانات إذن نكتب الفورم جيد الآن يجب أن نبرمج هذا الزر حتى يعني أن نعطيه أمرا أن نمكنه من القدرة الانتقال بمجرد ضغط عليه سننتقل مباشرة إلى الفورم ثم العكس عندما نكون في الفورم مباشرة ننتقل إلى قاعدة البيانات إذن نضغط زر فأر الأيمن ثم نذهب إلى اليان هنا ليست هناك أي برمجة الآن فقط نقوم بربط هذا الزر مع موقع معين إذن نذهب إلى أم بلاس موندون سودوكيمون لأننا ما زلنا في نفس الملف في الأكسل لم نخرج منه الآن نريد الذهاب إلى نحن في الديتابيز نريد الذهاب إلى الفورم إذن نختار فورم ونضغط أوكي لاحظوا عندما أضغط في الفراغ عندما أتوجه تظهر اليد علامة على أنه تحول إلى زر تفاعلي بمجرد ضغط عليه سنذهب إلى الفورم إذن سأضغط على هذا الزر للانتقال إلى الفورم انتقلنا إلى الفورم مباشرة الآن سنقوم بإعداد هذا الزر حتى ينقلنا مباشرة إلى قاعدة البيانات إذن نقوم بالضغط على زر فأراء أيمن ثم اليان ثم هذه المرة في أم بلس موندونس دوكيمون لن نختار فورم هذه المرة نختار داتابيز لأننا نريد الذهاب إلى داتابيز إذن أوكي فراغ تظهر اليد نضغط فننتقل مباشرة إلى قاعدة البيانات إذن هو زر الانتقال فقط بين قاعدة البيانات والفورم لأننا نحتاج إلى الذهاب إلى قاعدة البيانات لملقها بالمعلومات الإضافية إذن نعود إلى الفورم هكذا نكون قد أنهينا عملية إعداد هذا التطبيق الذي سيمكننا من الحصول على أي معلومة بدلالة الإسم باختيارهم بين هذه اللائحة من الأسماء أو بدلالة الرقم التأجير إذن سواء توفر لدينا إسم الموظف نقوم باختياره إذا توفر لدينا رقم التأجير نختار رقم التأجير كما تلاحظون فتبدأ المعلومات في الظهور لا تبخل بالضغط على لايك أو جيم أسفل الفيديو وتقاتم الحلقة مع الأصدقاء أو الزملاء على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تعم الفائدة شكراً بقائكم معنا ونضرب لكم موعداً في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته